إزاي الناس تقدر تتعامل مع مش عايزة أقول ورطة ولكن مع موقف بيبقى بعض الناس مجبرة إنها تعيشهم يروح يصيف أو تروح تصيف مع بعض من أسرة الطرف الآخر وهم العلاقات مش بقالتها في حالة إزاي يتعاملوا مع موقف؟ والله هو المفروض الأول إنما نيجي نطلع مع حد ما نتقيش الناس اللي بيننا وبينهم في شد ما في حاجات بتبقى مش بمذاكك يا لو إحنا عايزين نتكلم على الحاجات اللي أنا مجبر أطلع عليها أطلع فيها يعني برحلة اللي أنا حطلع فيها وأنا عارف إن فيها ناس حيضايقوني يعني هو مبدئيا مفروض من الأصل إنه ما أطلعش معيهم طبعا أنا رايح أستجم أشير الفيشة أمبسط أريح مش المنطق إنه نطلع مع حد أنا عارف إن مثلا مرطي ما بتحبوش أو أنا عارف إنه جوزي مش بيحب لا أنا ما بحبوش يعني مثلا أنا مثلا طالع مع حد مثلا مثلا يعني قريب زوجتي مثلا وأنا الشخص أنا ما فيش ما بينهم بنود بس عشان هي ما تزعلش وعشان الأسرة وعشان المحيط الاجتماعي هطلع مثلا أو العكس لا هي مثلا تعمل كده فبيبقى فيه شكل أشكال للطرار هو أنا معاك إنه إحنا ساعد بنبقى مضطرين إحنا نتكلم عن حالات الاضطرار بس الطبيعي إن أنا نازم بيكون برايح شريكي يعني أيا كان أنا شريكي مش بيحب مثلا جوز أختي فبلاش نطلع معاك فليه أعمل كده؟ أو العكس أنا عارف إن لو طلعت مع أختي الفلانية مراتي هتبقى متضايقة المفروض إنه إحنا الطبيعي بيكون برايح بعض هي ده ده أصلا العلقة يعني ما طلعش عشان أخطر عشان رايح مراته؟ يعني مراته تبقى زعلانة وهي طلعت تستجم بها ده الكلام بها هي تطلع معاك بها الكلام ده فيه كلام لا أول مفروض إنه إحنا ولا إياه الزعل يا دكتور علي أعناف مشكلة وأعناف مشكلة كديمة يعني مفروض إنه إحنا يعني أنا شريك حياتي أدايقوا ليه وأنا طلعين مصيف عشان نمبسط لازم أفكر فيه أول حد بس أنا لو حصلوا الظروف حكمت علي في وضعي زي ده هو إحنا لازم يكون فيه كل واحد عارب حدوده في العلاقة إن إحنا ما ننتقدش بعض ما نتدخلش في حياة بعض وده يبقى وضح وهنا قوي طبعا إن هو ده اللي بيجيب عزاك الفراخيات كل واحد حر كل واحد حر كل واحد حر في طريقة عيشته كل واحد حر في طريقة لبسه كل واحد حر الواحد ما يبقاش خايف من الانتقد في طريقه إنه يمثل أو يعمل حاجة مش هي حياته صح هو ده هي ده مشاكل المصف إنه الواحد بيبقى مش عارف الناس هتقول إيه على اللبس ده أو حد يدخل في لبس حد أو حد يتكلم في خروجه أو في مستوى المعيشة أو في الصرف ده القلق صح كذلك وجود الحمى هي بتبقى شايفة إن ده ابني ومراته أنا شايفة إنه لا هي بتصحى في وقت مثلا مراته وأنا بصحى في وقته طاعد تنتقد مراته طمهو ده طريقتها مثلا ده صحيح الظهر صحيح الظهر صحيح الظهر صحيح مش عارف إيه ده خناء شهيرة ده مثلا ده شهيرة هفوت علينا البحر اللي حموات من يسح وبدري حقيقه ففي الآخر إنت إنت مراتك سايباني وأنا صحية من بدري مثلا إنما لو من الأول إحنا رايحين نبسط كل واحد حر وده كان مبدأ اتحط مع أول استفارية يعني أعتقد إنه هيفرق كتير وبالذات مع الناس اللي إحنا عارفين إنه هم لما هيدخلوا هيبق فيه مشكلة صح كده تبقى المشروطة مربوطة طبعا من الأول كده